اشتركوا في القناة اتعلم في هذا الفيديو التعرف على نظرية العوامل انجاد عوامل دالة كثيرة الحدود باستخدام نظرية العوامل التمهد لديك العدد 30 الى اي مجموعة اعداد ينتمي؟ احسنتم الى مجموعة الاعداد الطبيعية وهل العدد 10 من عوامل العدد 30؟ نعم 10 من عوامل العدد 30 كيف عرفت ذلك؟ احسنت لان باقي قسمة العدد 30 على 10 هو 0 وبشكل عام يكون العدد K من عوامل العدد H اذا كان باقي قسمة H على K هو 0 هل بامكانك كتابة العدد 30 بصيغة التحليل الى العوامل الاولية؟ قبل الاجابة على هذا السؤال من يتذكر ما هو العدد الاولي؟ احسنت العدد الاولي هو العدد الذي لا يقبل قسمة الا على نفسه وعلى ون على ان يكون اكبر من ون مثال على ذلك 2, 3, 5, 7 ماذا تحتاج لكتابة صيغة التحليل الى العوامل الاولية؟ تحتاج الى تحليل العدد المطلوب وهو في هذا السؤال 30 الى عوامله الاولية اي اننا نحتاج ان نجد مجموعة الاعداد التي يقبل العدد 30 القسمة عليها دون باقي على ان تكون في ذات الوقت اولية والان هل تستطيع كتابة العدد 30 بصيغة التحليل الى العوامل الاولية؟ احسنت هي حاصل الضرب 5 times 3 times 2 نظرية العوامل عزيز الطالب هل بامكانك معرفة اذا ما كان من عوامل f of x equals 3x square plus 7x minus 20 احسنت بامكانك الاعتماد على نفس المفهوم الذي درسناه سابقا بالنسبة للأعداد حيث انه اذا كان باقي قسمة f of x على x plus 4 equals 0 فبامكانك ان تقول ان x plus 4 هي من عوامل f of x كيف يمكنك التأكد من قيمة باقي القسمة؟ اجاب احدكم انه بالامكان ايجاد قيمة الباقي باجراء عملية القسمة اما باستخدام القسمة المطولة او باستخدام القسمة التركيبية فاذا كان الباقي يساوي صفر فاذا x plus 4 هي من عوامل f of x ما رأيكم باجابة زميلكم؟ احسنتم اجابته سليمة ولكن هناك طريقة اسهل لاجاد قيمة الباقي دون اجراء القسمة وهي نظرية الباقي لتطبيق نظرية الباقي ماذا يجب ان نفعل اولا؟ احسنتم نجد صفر المقسوم عليه x plus 4 equals 0 وبحل هذه المعادلة x equals negative 4 الخطبة الثانية تطبيق الباقي يساوي تعويض صف المقسوم عليه في المقسوم اذا r equals f of negative 4 لينتج لدينا r equals 3 times negative 4 square plus 7 times negative 4 minus 20 r equals 0 بما ان الباقي يساوي صفر اذا x plus 4 من عوامل f of x وبهذا يمكننا تعريف نظرية العوامل يكون x minus k عاملا للدلة كثيرة الحدود f of x اذا وفقط اذا كان f of k equals 0 يمكن ربط نظرية العامل بشكل وثيق بالروابط الاساسية للدوال كثيرة الحدود ولكن قبل دراسة هذه الروابط هل تتذكر اجابة هذا السؤال؟ صحيح ناتج تعويض صفر المقسوم عليه negative 4 في المقسوم f هو 0 وبما ان الباقي صفر اذا x plus 4 من عوامل f of x لندرس الان الروابط الاساسية للدوال كثيرة الحدود لأي دالة كثيرة حدود f ولأي عدد حقيقي k العبارات الآتية متكافئة اولاً f of k equals 0 لاحظ عزيزي الطالب العدد الحقيقي negative 4 وكيف ان ناتج تعويضه في f equals 0 دعونا الآن نستكشف الروابط الاخرى التي يمكن ان تكون مرتبطة ومكافئة لهذه العبارة اذا اردت عزيزي الطالب حل المعادلة المرافقة لهذه الدالة 3x square plus 7x minus 20 equals 0 ماذا ستفعل؟ بالضبط ستقوم باختيار طريقة مناسبة لحل هذه المعادلة قم عزيزي الطالب بحل هذه المعادلة بأي طريقة تجدها مناسبة ماذا وجدت؟ احسنت لقد وجدت حلين او جذرين لهذه المعادلة x equals negative 4 وx equals 5 over 3 لاحظ عزيزي الطالب ان احد الحلين هو نفسه العدد الذي كان ناتج تعويضه في الدالة صفر اذا بامكانك ان تقول ان الاعداد الحقيقية التي ناتج تعويضها في الدالة equals 0 ايضا هي حلول للمعادلة المرافقة للدالة وهذا هو الرابط الثاني x equals k هو حل او جذر للمعادلة f of x equals 0 وبالتأكيد لقد انتبهت على ان negative 4 هي صفر الدالة حيث ان صفر الدالة هو عدد ناتج تعويضه في الدالة equals 0 وبهذا نكون وصلنا الى الرابط الثالث حيث k هي ايضا صفر الدالة f واذا قمت عزيزي الطالب بتمثيل هذه الدالة بيانيا ماذا ستلاحظ؟ احسنت لاحظت ان احد نقاط تقاطع المنحنى مع محور x هي نفسها negative 4 اي ان ذات العدد الذي كان ناتج تعويضه في الدالة يساوي صفر وايضا كان حلا او جذرا للمعادلة المرافقة لهذه الدالة وكان صفرا للدالة هو ايضا نفسه يمثل المقطع x للتمثيل البياني وهذا هو الرابط الرابع k هو المقطع x للتمثيل البياني للدالة y equals f of x وبعد دراستك لنظرية العامل فقد وجدت انه بالاعتماد على نفس العدد ايضا بامكانك استنتاج احد عوامل f of x وهذا هو الرابط الاخير x minus k هو عامل للدالة f of x هذه هي الروابط الاساسية للدوال كثيرة الحدود المثال الثالث الصفحة السابعة والاربعون بعد المئة استعمل نظرية العامل لتحديد ما اذا كانت ثنائية الحدود المعطى عاملا للدالة p of x اذا كانت كذلك اكتب كثير الحدود p of x لصيغة التحليل الى العوامل a p of x equals x power 4 minus 8 x cube plus 16 x square minus 23 x minus 6 حيث ثنائية الحدود هي x minus 6 p of x equals x power 5 minus 5 x cube plus 9 x square minus x plus 3 حيث ثنائية الحدود x plus 3 الحل ما هو المطلوب احسنت تحديد اذا ما كانت ثنائية الحدود عاملا من عوامل p of x ما هي اول خطوة احسنت سنجد صفر ثنائية الحدود x minus 6 equals 0 اذا x equals 6 ثانيا احسنت سنقوم بتطبيق القاعدة الباقي يساوي تعويض صفر المقسوم عليه في الدالة اذا الباقي هو p of 6 equals 6 power 4 minus 8 times 6 cube plus 16 times 6 square minus 23 times 6 minus 6 p of 6 equals 0 وبما ان الباقي يساوي الصفر اذا x minus 6 من عوامل p of x وبهذا نكون وجدنا المطلوب الاول لنجد الان المطلوب الثاني وهو كتابة كثير الحدود p of x بصيغة التحليل الى العوامل وما هي صيغة التحليل الى العوامل احسنت هي حاصل ضرب عوامل الدالة كيف بامكانك ايجاد باقي العوامل ممتاز باجراء عملية القسمة سواء المطولة او التركيبية وبما ان العامل الذي سنقسم عليه من الدرجة الاولى فمن الاسهل استخدام القسمة التركيبية ما هي اولى خطوات القسمة التركيبية احسنتم كتابة معاملات المقسوم بداية من المعامل الرئيس ونزولا الى المعامل الثابت وتذكر انه من المهم جدا ترتيب المعاملات وعدم اغفال اي معامل حتى ولو كان صفرا والان ما هي الخطوة الثانية احسنتم نستخدم صفر المقسوم عليه والخطوة الثالثة هي خوارزمية القسمة خوارزمية القسمة التركيبية منكم خطوة احسنتم انزال العدد الضرب والجمع لنبدأ القسمة اولا انزال العدد ثم ضربه بصفر المقسوم عليه لينتج لدينا 6 ومن ثم الخطوة الثالثة الجمع مع المعامل التالي ونكرر ننزل ناتج الجمع هذه المرة ونضربه بصفر المقسوم عليه لينتج لدينا negative 12 ثم نجمع مع المعامل التالي ونكرر ننزل ناتج الجمع فور ثم نضرب ثم نجمع بالمعامل التالي وهكذا لاحظ ان الباقي زيرو لماذا؟ احسنتم لاننا قمنا بالقسمة على المعامل فاذا الباقي سيكون زيرو لنكتب الان ناتج القسمة ناتج القسمة من اي درجة؟ احسنتم من الدرجة الثالثة ولماذا؟ ممتاز لان المقسوم من الدرجة الرابعة والمقسوم عليه من الدرجة الاولى اذا ناتج القسمة سيكون من الدرجة الثالثة وهذا سيكون معامل الحد الرئيس المطلوب هو كتاب صيغة التحليل إلى العوامل لاحظ أنه تكون لدينا عاملين وصيغة التحليل إلى العوامل هي حاصل ضرب هذه العوامل إذن P of X equals X minus 6 times X cube minus 2X square plus 4X plus 1 الفرع B ما هو المطلوب؟ أحسنتم بتحديد إذا ما كانت X plus 3 هي من عوامل P of X ما هي الخطوة الأولى؟ أحسنتم نجد صفر المقسم عليه X plus 3 equals 0 وينتج X equals negative 3 ما هي الخطوة الثانية؟ أحسنتم تعويض صفر المقسم عليه في الدلبي لينتج لدينا P of negative 3 equals negative 3 power 5 minus 5 times negative 3 power 3 plus 9 times negative 3 square minus negative 3 plus 3 P of negative 3 equals negative 21 وبما أن negative 3 ليست صفرا لكثيرة الحدود P of X إذن X plus 3 ليست عاملا من عوامل P of X حاول أن تحل التمرين الخامس عشر الصفحة الثالثة والخمسون بعد المئة استعمل نظرية العامل لتحديد ما إذا كانت ثنائية الحدود المعطى عاملا للدلة P of X إذا كانت كذلك أكتب كثير الحدود P of X بصيغة التحليل إلى العوامل P of X equals X cubed minus X squared plus X minus 1 حيث ثنائية الحدود هي X minus 1 عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك دعونا نتحقق من صحة الحل بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله